تحاصر بعاثات استخراج النفط الخام واليورانيوم المخصب سكان مناطق محافظة البصرة لتنشر الأمراض المسرطنة في أجسادهم خطر استمرار انتشار التلوث بمخلفات الحرب والنفط على السواء حذرت منه مديرية بيئة البصرة مرجحة استمرار تصاعد معدل الإصابات بالأمراض المسرطنة إلى الضعف بحلول عام 2025 البصرة بالإحصاءات الرسمية تجني أكثر من ألفين حالة إصابة بالأمراض السرطانية سنويا ونتيجة لهذا الرقم المهول عمدت دائرتنا إلى إعداد دراسة مفصلة بهذا الأمر خلصت الدراسة إلى أنه معظم الأمراض السرطانية الموجودة في المشافي الحكومية يأتي في مقدمتها سرطان الرأى الجميع مهددة حياتهم بسبب التلوث في محافظة البصرة ليس السكان فقط بل الزراعة كذلك ما استفاديا من الزراعة من وراء هاي النار الشعلات لأنه هاي الثرثار النفط اللي العازلات أمرار ما تلحق إذا علوهن له عطلة العازلات دائما النفط الخام يجي يطيع على الزراعة مالات ويجي وفيد لا واحد ولا اثنين وأخذه بالمختبرات يقول هذا التمر والرطب ما يفيد أي شيء حتى للمواشي ما يفيد الأكل ماله وبموازات تلك الكارثة الإنسانية لم تتحرك السلطات الحكومية لمعالجة المواقع التي تزخر بالتلوث الإشعاعي ناشدنا عدة ملاشدات وكتب رسمية لشركة نفط الجنوب والمحافظة وإلى رأس الوزراء وزارة النفط ماكو أي نتيجة يعني وتؤكد تقارير محلية ودولية أن البصرة لم تعد صالحة للعيش بسبب ارتفاع نسب التلوث بشكل صادم وعدم معالجتها فيما كشفت إحصائيات رسمية زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بالسرطان معظمهم من الأطفال